اهلا الحبائي بماما سيما ليت فرح تعال احبك تعال اوكي نرجع لهون ايش اصطهم اليوم زعلانين حرام فرحوا ليت كانوا مرضين اذا تابعتونا على انستغرام سوف ترككم الرابط تبعنا تحت وتشوفوا انه كل ياتنا كنا مرضين كل الاسبوع بس الحمدلله هلأ احسن وقدرنا نصوركم فيديوهات هذا الاسبوع ايش فيديوهاتنا فيديوهاتنا عملنا لكم اشياء كتير حلوة بالريمبو اربع افكار كتير حلوين ان شاء الله يعجبوكم بس ابا ما نبلش اذا اشجاد على القناة ما تشتركوا بالقناة بس عليكم تضغطوا على هذا الزر الاحمر اللي تحت و لما يصير سكني يعني وضعكم تمام و اهلا وسهلا فيكم حبايب ماما سيما فرح لي و بيبي زيد يلا نبلش الافكار يلا رينبو بالصحن كيفي الاشياء بالدوب طريقة كتير سهلة وممتعة استعملنا لهاية تجربة سكتلز بس تقدروا تستعملوا اي حلوة تانية بس هاي بتدوب اسرع اشي صفتناهم بالصحن حسب الوان الريمبو زي ما بتكم تقدروا تصفتوهم بس طبعا ليتوا فرح اكروا نصهم وتخانقوا مع بعض كمان حتينا ماء سخنة شوي شوي بالنص عجان ما يتحرقوا من مكانهم ويضلهم بالدائرة استنينا شوي وشوفوا كيف بلشت الماء يتدوي بطبقة الالوان الموجودة عليها وشوي شوي تشكل عندنا الريمبو بالصحن شتاء من الريمبو منحط الوان طعام جوا الزيت منحط الوان طعام منحركهم مع بعض بس الزيت والوان الطعام ما رح نخلط مع بعض منديرهم بكازة ماء شفافة عشان تشوفوا ش رح يصير ألوان الطعام نزلوا شوي شوي جوا الماء زي الشتاء ليش؟ ايش صار؟ لما نحط ألوان الطعام بالزيت ما بنخلط حتى لو حركناه ولما ندير الزيت اللي جواته ألوان الطعام على الماء بطلع الزيت لفوق ليه؟ لأنه كثافة الزيت أخف من الماء وبنزل ألوان الطعام جوا الماء كأنهم زي الشتاء أعجبتكم؟ كثير سهلة هاي كاسة الرينبو جبت أربع كاسات حطيت بأول واحدة معلقة سكر والتانية معلقتين والتالتة ثلاثة والرابعة أربعة حطيت ألوان طعام لون بكل كاسة جبت ماء سخنة وحطيت ثلاثين ملي بالضبط بكل كاسة حركتهم منيح منيح لازم يدوبوا كثير منيح إذا ما دابوا حطوهم بكاسة تقدر تدخل بالمايكروويف ودوبوهم بالمايكروويف هلا عشان نصفتهم بالكاسة نجيب كاسة شفافة وأنا كتير استسهلت أستعمل سرنج تقدرت جيبوها من الصيدلية لأنه ما زبط معي كان ينخلطوا مع بعض كل ما أحطهم مع بعض فبلشت بالكثافته أقل وحطيته أول واحد وبعدين بالسرنج حطيت تحت اللون اللي بعده ضليتني هيك أعمل لأخلصوا كل الألوان والحلو بالسرنج إنه بتقدروا تضيفوا أي لون بدكم إياه على أي طبقة بأي وقت بس لازم شوي شوي تعملوها وما تحركوها عشان ما ينخلطوا مع بعض شوفوا كيف تكون عندنا الريمبو إيش اللي صار؟ اللي صار إنه إحنا عندنا نفس كمية المي بس حطينا فيها كل واحدة سكر بكمية مختلفة فالمي اللي فيه سكر أقل بتكون كثافته أقل فبيضلوا لفوق واللي فيه سكر أكتر رح يكون أتقل وينزل تحت وهيكا إحنا صفتناهم لحالنا عجبتكم؟ الريمبو المتحرك منجيب ثلاث كاسات منحط فيهم مي وثلاث ألوان أساسية منجيب محارم المطبخ لخمار ومنطويهم بالنص كمان مرة بالنص ومنشد عليهم منيح منجيب كمان ثلاث كاسات فاضية ومنحطهم بين الكاسات المي الملونة ومنحط المحارم بيناتهم منستنى 24 ساعة شوفوا شو صار الكاسات كلها صار فيها مي والألوان انخلطت مع بعض وصار عندنا كل ألوان الريمبو المي انتقل بخاصية الحركة الشعرية عشان المحارم مكون من ألياف وفيها فراغات فسمحت للمي تنتقل عبرها حتى لو لفوق وعكس الجاذبية زي كيف تطلع المي من جذور النباتات للوراق إن شاء الله يكونوا عجبوكم هاي التجارب بنحبكم كتير كتير أنا وفرح وليث وبيبي زيد ما تنسوا تشتركوا بالقناة بس عليكم تضغطوا على هاي الدائرة اللي هون وإذا بدكم تشوفوا أي من فيديوهاتنا بس اضغطوا على هدول الفيديوهات باي